التلاتة اللي هو كيروش و كارتيرون و موسماني لازم هتديهم درجات من عشرة خلال الموسم عشرين واحد وعشرين كارتيرون ياخد كام؟ موسماني ياخد كام؟ كيروش آجي في الآخر بس برضو لازم هنقيمه لأنه جيف في عشرين واحد وعشرين أنا عشي قيمه لأنه ما يستهلوش التقيم هم هم دربين في الآخر وعشي أنا مش هم التلاتة زي ما أنا قرتلك كده يعني قل لي مثلا موسماني ياخد كام من عشرة على الموسم انت عارف لو عمل يعني حاجة واحدة مثلا تكن يعني أنا كمدرب استفاد منها وربنا هتديله سبعة و تمانية و تسعة و عشرة أنا ما أقول لي إيه النعمة اللي هو فيها نادي الأهل بجلال يتقدروا اللاعبة القوية أحسن لعبة في أفريقيا الماديات البطولات اللي واخدها ما تتحسبلوش لا تلع بطولات إيه بطولات إيه وإحنا هنتحك على بعض جايب كان بطولة من ضمن دولة بالحظ انت عارف مثلا هي في بطولة بتتاكب بالحظ اه طبعا فعلا اما ليه زي بقى والتفاؤل والتشاؤم و حاجات كتير مش ما فيهاش كرة هتلي هتلي بكل خدر كان بطولة الأهل خدر في عشرين واحد وعشرين بالحظ كلها كلها ها يعني ما فيش ولا بطولة النادي الأهل اكتهد وتعب واستحقن لا بص ما كيفنيش كرة في أي بطولة عشان أقولك اه في المطش كذا عمل كذا عشان انه هو ياخد البطولة بتقول ده عشان انت مش مقتنع بمسماني ولا بتقول ده عشان أداء اللعيب هلعبت الأهل لا لا اللعب ملايش دعم اه خلي بالك احنا انت دلوقتي هو طالب ايه عندما بيجي بيطلب من ثلاث لعيبة شكل بعض السلية وحمد فتحي وديانج وهو مصمم عليهم ويقعد مثلا يمشي واحد زي ناصر ماهر مثلا اللي عنده قرى اللعبه وقفشة عندك محمد محمود ما تجرب الناس اللي عندها الحلول دي لان التلاتة دولة ما عندهمش حلول التلاتة دولة عارف انا هدبك ملوخية هي ملوخية فالتلاتة عملي ما فيش واحد مثلا يعمل لك مثلا حاجة طب فيه بامية لحمة جنباري اللي انت بتشوفه من اللعبه اللي عندها الحلول وتقعد تقول الله ما فيش الكلام ده وعلى فكرة التلاتة نفس الكلام يعني الاتنين التانين زي مسماني في نعمة برضو وهم مش عارفينها ومش حسينها لما انت عندك لعبك وعيسة انت اداء النادي الاهلي ده في اربعة تلاتة تلاتة او منتخب مصر في تلاتة تلاتة اربعة تلاتة تلاتة العب بتفندر واحد بس هما الاتنين مسممين يعني مثلا المسلمين بيلعب بتلاتة تفندرات يبقى انت عايز تكسب ازاي ولا عايز يبقى شكلة بيلعب بتلاتة تفندرات دي يعني على حسب معرفتي في الكرة اول لما بشوف مدرب بيلعب بتلاتة تفندرات يبقى خايف سامة هو قدام البنك الاهلي لعبها قدام محل لعبها اوه احنا نضحك على بعض بقى اسلام ده قدام الفرق دي وكيف وبيلعب بتلاتة تفندرات لا انت عارف ألعب بالطريقة دي قدام ريال مدريد بايريونيك الفرق الكبيرة الفرق اللي عندها اللي مش هادر عليها طيارات فانا عايز اقفل عشان اقفل مساحات ويبقى عندي كسافة عددية في نص المال بالزبط كده يبقى في الحالة دي لما تلعب اه شوف هنا الكوالي تعمل ازاي واللعب عامل ازاي وهنا اللعب عامل ازاي فانا مش عايز مساء اشيل ستة سبعة ما ديبقاش فضيحة عالمية فانا يبقى ده من حقه انما عاملها قدام البنك الاهلي قدام المحلة قدام سموحة طيب قلتلي ان الاهلي واحد كل بطولاته في عشرين لا استانا بس عشان اقول لك بس اربعة تلاتة تلاتة لازم يكون هاف رايت وهاف ليفت وهو عنده عنده حسين الشحات وعنده طهر محمد طهر بس حسين الشحات دهت فترة ما كانش في مستوى مفيش مشكلة وطهر محمد طهر نفس القصة ماشي عندي عمار حمدي عندي احمد عبقادر عندي حلول كتير اه اسلام هو مصمم لما انت الشحات النهاردة هو السبب برضو في مستوى الشحات لان وحشه بيديله طيب انت ما بتديش لك اهربة هتقول لي اصلي ده سلوك غير الملعب سلوك مش فني سلوك ادمي طيب انا ماني انا المفروض ان انا كراجل مدرب اجا اخصم منه فلوس انا راجل اجنابي جاي انجح اخصم منه فلوس طالما عمل حاجة بره كرة بس انا محتاجه في الملعب لازم يلعب مش ده الاحتراف ولا نرجع بقى زي زمان لو هترجع زي زمان يبقى هو اللي بيعمله ده كده صح ده ما لو احتراف لا اخصم منه فلوس بس انا محتاج امكانياته في الملعب كم من عشرة موسمان ياخد عن عشرين واحد وعشرين ما انا قلت لك مش قيم لا حاوله ولا قلت واحد واحد كل البطولات لازم تقييم احنا بص احنا في اخر السنة اروأ بس انا مروأ ده انا هصالح الناس كمان اللي هي متخنق معايا واللي هي مش طيقاني ده في اخر الحلقة بس ده تقييم عشان ربنا هيحسبنا عليه انا مش مقتلق واحد واحد كل البطولات على عيننا وعلى رأسنا بس مش هتديله درجة لاني ما استهلش انت مزاج يا جدع يعني ايه انت مزاجي انت محلق فلازم تقييم الناس صفر حلو كده انت بتهزر بقى هطلع فاصل وبعد كده هنشوف الصفر بتاع كابتر ردع عبدالعلي صفر من دياج يعني عايز يختم عشرين واحد وعشرين يعني بمشاكل ما فيش فايدة في كابتر ردع والله مش مشاكل